شاهدت الفترة الأخيرة إقبالاً من الناس حول العالم على شراء المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتومين سي والاستعانة به للوقاية من فيروس كورونا بعد أن كان معروفاً قبل ذلك بفعاليته في مواجهة نزلة البرد فما هي الأطعمة التي تحتوي على النسبة كبيرة من فيتومين سي؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو خبيرة التغذية ندين عن داري حلبة ندين صباح ندين ربما البعض أصبح يتجه إلى المكملات الغذائية ولكن البعض الآخر يخشى أن المكملات الغذائية قد تضرها مما تفيدها فيتجه إلى المصادر الطبيعية هل فقط الحمضيات ولا في شيء ذاني؟ وين موجود الفيتامين سي؟ لا جمال الحمضيات هي بالفعل تحتوي على الفيتامين سي كل حبة برتقالة أو حبة كيوي بتأمن لي احتاجت امرأة للفيتامين سي أثناء اليوم وهلأ فيه كتير جدل على أنه هالكميات اللي محطوطة إن كان لرجو أو لامرأة هل هي بالفعل كافية ولا قليلة؟ بس مثلا هو موجود كمان بالقوافة نص كوب من القوافة بيعطيني الضعف احتياجاتي للفيتامين سي باليوم الواحد كوب واحد من الفراولة في حوالي 100 ميلي جرام من الفيتامين سي هلأ الرجل فوق 19 سنة بحاجة لعالقليلة 90 ميلي جرام في اليوم الامرأة بحاجة لـ 75 ميلي جرام بتزيد لـ 85 أثناء فترة الحمل وللـ 120 أثناء فترة الرداء فإذا أنا عم بيأخذ مثلا كوب من الفراولة أمنت احتياجاتي بهنهار ولكن هناك جدل أنه هل هالكمية هذه كافية؟ هل نحن بحاجة لنسبة أعلى؟ عندنا كمان مثلا الفلافل الحمرة القطعة فيها حوالي 114 ميلي جرام إذا كانت مطبوخة إذا كانت نيئة تحتوي على حوالي 140 فدايما عند الطبخ ممكن نحن نفقد كمية صغيرة منها فيها أكتر من الفلافل الحمرة ولكن أيضا موجود بالبومالي بالبوميلو بالمانغو منلاقي أيضا بالبرسل سبراوت أو بالبروكلي ولكن بنسبة أقل أعلى نسبة أجمالا بيكون بعصير الجريب فروت كمان الكوب الواحد في حوالي 95 ميلي جرام حامد الليمون الحب الوحدة فيها حوالي 44 ميلي جرام فأنا بس أجي أعصر شوي صغيرة من الحامد ما كتير هأخذ نسبة من الفايتامين سي فهو الأساس أنه نحن ندخل العديد من الفواكه لأنه أجمالا نسبته بالفواكه إلى حد ما باستثناء الفلايف للحمرة أعلى من الخضائر ولكن الأساس هو التنويع وناخد نحن هالفواك الخضائر بشكل يومي ونعرف كيف ناخدها كمان فبالكفاءة المناعية هل فعلا له تأثير كبير وسحري على هذا الموضوع يرفع من المناعة في كل فئات العمر حتى كبار السن ولازم ناخده من المصادر الطبعية ولا ممكن كمان المكملات الغذائية تساعد أكيد ممكن نحن نعزز من خلال المكملات الغذائية الكمية اللي مفروض واحد ياخدها ما يتعديها هي حوالي 2000 ميلي جرام في اليوم ليه؟ لأن حتى بهالكمية هذه لبعض الأشخاص ممكن يصابوا بمشاكل بالجهاز الهضمي بيصير فيه إسهال شديد ألم في المعدة بعض الأحيان بيصير فيه حتى العين فالأشخاص اللي مثلا بيخافوا أنه ما يكونوا عم ياخدوا احتياجاتهم من الأكل بيبتدوا بحوالي 500 ميلي جرام من الفيتامين سي باليوم الواحد وبيزيدوا بيشكل شوي شوي ليشوفوا إذا جسمهم عم يتقبل هالكمية أو لا فيه يطلع للألف فيه يطلع للألف وخمسة طالما ما فيه أي عوارض عفوا ما فيه مشكلة نحن نطلع للألفين هلأ عادة عن هيك هل هو بيلعب دور بتقويت جهاز المناعة؟ مية بالمية أكيد لأنه هو مقاوم للأكسدة عفوا عندي ماي بسيطة بسيطة فهو بيلعب مقاوم للأكسدة بيحارب الالتهابات بالجسم بنفس الوقت هو مهم لوظائف الرواية خاصة للمصابين بالربو أيضا هو مهم للحفاظ على سلامة الغشاء المخاطئ بالجسم مهم لمصلا وظائف كريات الدم البيضاء وأيضا في إنتاج انترفيرون واللي بيلعب دور بالجهاز المناعة جيد اليوم أيضا كيف هل حصة الجوافة الواحدة هي تكفي؟ أمم ولا أنه لازم نروح ناخذها أنه والله عصير الجوافة بأنه أكثر من حبة جوافة ودائما ممكن ما تحبون أنتو العصائر نحنا بنقول دائما نجرب قد ما فينا نخفف من العصائر نركز أكثر على الفواكه لأن مش عم بيأخذ أنا بس الفيتامين سي عم بيأخذ كمان فيتامينات ومعيد أخرى واللي هي أساسية لجهاز المناعة وعم ناخد أليف واللي هي كمان مهمة وإذا زادت ما نظرنا؟ إذا عم نحكي عن الفيتامين سي بالذات لا لأن فيتامين سي من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء فأي زيادة عن احتياجاتي بيروح بالتبول ثم ما عندي مشكلة فيها أبدا طيب بس بالنسبة مثلا للمكملات ناطر حسامي يجيب الوين بس بالنسبة للمكملات إجمالا في عنا المكملات أكتر شي بتتأخذ هي الأسكوربيك أسد هلأ فيه كمان الأشخاص اللي مثلا المكملات ممكن يسببولهم مشاكل مثل الإسهال ممكن يلجأوا لتناول الفيتامين سي من خلال الوريد بالوريد كمية الفيتامين سي اللي بتنعطى بتبقى كتير أكتر من المكملات فهذا كمان ممكن يكون اختيار للأشخاص اللي مثلا معدتهم تبقى حساسة أو عندهم قولون عسبي أو ديما عندهم مشاكل بالإسهال ممكن يجأوا لها نادية عندي سؤال من شقين يعني المرضى الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر عرضة طبعا لفيروس كورونا هل يفيد تعزيز المناعة من خلال الفيتامين سي من المصادر الصبعية أم لا وعملية التغزين نحن نلجأ الآن إلى عملية التغزين في الثلاجات وهذه الأمور هل تفقد قيمتها الغذائية الفلفل والفواكه هل تتحدثنا؟ إذا قطعت الفواكه والخضرة وتركتها بالبراد لفترة طويلة لأكلتها هون ممكن تفقد حوالي 45% من كمية الفيتامين سي اللي بتكون بها جلالة بينما مثلا إذا كنت عم باخد الخضار أو الفواكه شكرا شكرا كتير إذا أخدت مثلا 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 مثلجة فرزة هون بتبقى بتحافز أو بتحتوي على نسبة جدا أعلى من الفيتامين سي حتى من اللي هي طازجة أنا بس بدي حضر الفواكه أو الخضرة أحسن شيء أنه أنا قطعها وضغري استهلكها حتى بدي أنتبه على طريقة مثلا الطبخ أي والطبخ يعني مثلا إذا عم نحكي عن الخضار بجرب قدمة فيه ما أسلقه لأن عند السلق وإذا عم كب أنا الماء ما عم بستعمل الماء اللي هي عم تنغلى فيها كمان هون بنفقد كمية من الفيتامينات اللي هي قابلة لذوبان بالماء ومنهم أكيد الفيتامين سي فبلجأ مثلا يا إما بعملها على البخار أو بعملها مثلا مع قليل من الزيت بجرب معلي درجة هذا الزيت لحتى معرض الفيتامين سي للأكسدة فإذا تناولناها من الفاكهة أو الخضار التازجة جمالا تبقى أفضل بس دايما نجرب أنه ما نقطع أو نحضر قبل بيوم وإرجع تناولها أو حضرها مثلا تركها ساعتين ثلاثة وإرجع أكلها الأفضل أنه قطع وضغرق تناولها الآن فيتامين سي بالفعل هو أساسي لجهاز المناعة لأنه هو من الفيتامينات التي تقاوم التأكسد في الجسم ومثل ما ذكرنا بالسابق أنه مهم جدا لمحاربة الالتهابات له وظائف مهم جدا له وظائف الرواية والوخصة لشخص مصاب بالكورونا هو عنصر أساسي ولكن هل أنا لازم اعتمد عليه لحاله لتقوية جهاز المناعة أكيد لا لأنه في عندنا عناصر أخرى مثل الفيتامين دي والزينك والسيلينيوم وما ننسى كمان الرياضة وين نلاقي بعد بالقطع الماء هلأ هو أكتر أكتر شيء من نلاقيه إجمالا مثل ما ذكرنا بالقوافة موجودة بالنسبة جدا جدا أعلى شيء إجمالا بيئة القوافة لأنه ناس تفكر أنه أعلى شيء بالحمديات آه معلومة لا إجمالا هو أعلى شيء موجود بالقوافة وبعدين نلاقيه بنسبة جدا مرتفعة بيئة الفلايفل الحمرة ومن ثم بيئة الفراولة وبعدين عنا الفلايفل الخضرة وبعدين ننزل مثلا إن كان الحمديات على جميع أنواع مثل البرتقال الكلمانتينة لدينا الكيوي أيضا لدينا مثلا الورقية الخضرة شكرا جزيلا لك خبرات التغذية ندين عمداري حلبي شكرا لكم يا حلبي شكرا لكم شكرا لكم